اشتركوا في القناة ما زلنا متواصلين في الكفاية الأخيرة كفاية التواصل الشفاء أو بعنوان الذكاء التواصلي ووصلنا بفضل الله وحوله وقواته إلى صفحة 182 إلى نشاطات التعلم والتي يقول فيها تعرف على ذاتك هذا الأمر طبعا شخصي يخصك ولكن من الممكن أن كل مننا يعطي ما يدل على ذاته يقول لك تعرف على مواقف أتجنب فيها التواصل الشافحي يعني ما الموقف الذي تتجنب فيه أو بعض المواقف تتجنب فيها التواصل الشافحي نرى؟ نعم عندما يعلو الصوت وأغيب احترام الآخر مهما اختلفت الأراء لا أرغب في الحديث ولا الاستماع عندما متى؟ عندما أرى الآخر لا يرى سوى نفسه ولا يسبع إلا لرأيه هذه الصورة ممكن يكون لديك صورة أخرى أحب الاستماع إلى المتحدث الذي؟ متى؟ نعم الذي يحترمني وينصد إلي ويقبل علي بوجهه هذا في المستمع أما في المتحدث؟ يعني إن كان هذا في المستمع فما بالمتحدث؟ نعم احترم متبادل يفوذني يحترم الرأي والرأي الآخر يرد بالحسنة كل هذه الصفات المتحدث أفضل الحديث في الموضوعات التالية هذا طبعا رغب لك الأخلاق الصدق الحب في الله إلى خيرك عندما أتحدث فإني أريد من المستمع أن ينصد إلي يتفاعل معي يقدر قلامي طب من أخطائك التواصلية؟ من يقول؟ تعرف على ذاتك من الممكن مقاطعة المتحدث الحكم على المتحدث من هيئة ننتقل إلى التدريب الثاني والذي يقول أن لكل مقام مقال ماذا ستقول إذا؟ في هذه المواقف نتعرض لها في حياتنا الاجتماعية لكل مقام مقال رزق أخوك بالأكبر بمولود ماذا تقول له؟ نعم غير ذلك نقول أسأل الله أن يجعله صالحا وأن يكون ذخرا خيرا لك حصل صديقك على جائزة نقول إلى الأمام وأتمنى لك التوفيق مبارك إلى آخره أخطأت في حق زميل لك تقول لكل جواد كوة وكل بدأ أدم خطاء لم أقصد ذلك أعتذر منك غضبت منك والدتك ماذا ستقول لها؟ نعم اصفحي عن ولدك الضعيف سامحينا ولنكرر ذلك انتقل معلمك الأفضل ماذا ستقول له؟ لن ننساك ما حينا ونرجو لك التوفيق هذه بعض العين من الممكن أنت أن تدلي بذلوك أخلفت توقعات والدك نعم أنا آسف أني لم أكن بحسب ظنك فعلت ما بوسعي وأرجو منك السماح هذا مقام وله مقال ننتقل إلى التدريب الثالث الذي يقول لمن يقال وكيف يقال يعني بمعنى نبرط الصوت الحركات المصاحبة هذا التدريب لك أن تتخيل أن تقرأ هذا الموقف في الحالة الأولى والحالة الثانية يعني على سبيل المثال ومطروك لك الباقي إن الكلام الذي نقلته عنه أفسد كثير من مصالحه فجاءك غاضبا معاتبا هذا الكلام هذا الموقف اللغوي مع صديقك له حالة ومع أستاذك له حالة ومع الوالد له حالة ومع له حالة فأنت تخيل هذه الأدوار ومثلها وتدرب عليه هنا حوار آخر أجل الحوار بينهما كما تتخيل أخ مع أختي يهديها هدية كيف تتخيل الحوار أكتب ثم قارن بالمكتوب ننتقل إلى التدريب السادس والذي يقول إذا اختلفت نبرض الصوت وتنغيم الجملة اختلف المعنى بالفعل نعم لذلك هذه بعض الجمل تدرب عليه عندما نقول لا قيمة للمذاكرة والنجاح مرة في حالة يأس ومرة أخرى تذكير صديقك بهذه الجملة التي كان يرددها دائما ثم وجد قيمة المذاكرة ففي حالة اليأس ماذا تقول من الممكن بالنبرة لا قيمة للمذاكرة والنجاح يأس أما عندما تذكر المعنى الثاني لا قيمة للمذاكرة والنجاح هذا أسلوب تلك النبرة تغيرت في النبرة الأولى على الثانية لذلك تدرب على الجمل الآتية في كل حالة من الحال ننتقل إلى التدريب السابع والذي يقول بين الدروس التي تستفيدها من المواقف التالية في تواصلك الشفعي الموقف الأول سنقرأه بعد ذلك الباقي متروك لك تقرأ ثم تقارن الحل نقول عندما دخل المدير مكتب أحد الموظفين وجده نائما فأمر بإجراء تحقيق معه في الحال اتضح من التحقيق أن الموظف لم يكن نائما إنما كان يسند رأسه على المكتب ليخفي دموعه بسبب حادث وفاة أخي ماذا تقول ما الدرس المستفاد نعم التهور والسرعة تؤدي إلى الخطأ ثم الندم فعليك أن تتأنى قبل أن تصدر حكما أقرأ الموقف التالي فرأة صامتة ثم أجب ما الدرس المستفاد؟ نعم معرفة طباع الأخرين وميولهم من خلال الذكاء الاجتباعي تؤدي لكسب ثقتهم ومودتهم اقرأ هذا ما الدرس المستفاد؟ نعم التمكن من الذكاء اللغوي واستخدام عبارات بليغة مؤثرة وإجادة لغة الحوار يأسر قلوب المستمعين ننتقل إلى بعض المواقف مع الشعراء والأمراء اقرأ كراءة صامتة ما المستفاد من هذه القصة؟ أن تواصل السرير الرفاء مع سيف الدولة مستثمرا تواصل السرير الرفاء هذا الشاعر مع سيف الدولة مستثمرا ذكاء الأدبي والاجتماعي وخبراته في شخصية الرجال ونفسياتهم لذلك توصل إلى الجواب المقنع واستطاع أن يقرأ الرسالة المبطنة من الأمير ننتقل إلى الموقف التالي اقرأ كراءة صامتة ثم بعد ذلك الدرس المستفاد نعم يجب مراعاة مقتضى الحال عند الحديث ومراعاة أحوال الآخرين حتى لا تجرحهم أو حتى تكتسب ثقتهم من الملاحظ أن من الأبيات السابقة كل المواقف السابقة تذل على أن الشعراء لا يمتلكون مهارات التواصل الشفوية المؤسسة على الذكاء وبمختلف أنواعه لذا رفض شعرهم ويقال لكل مقام مقال بهذا التدريب نصل إلى نهاية لقائنا اليوم أبناء الطلاب من الكفاية الخامسة كفية التواصل الشفوي إلى أن يحيل اللقاء في موعد متجدد أترككم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر